بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى الله عليه الصلاة والسلام اليوم نبدأ شابتر 2 لكتشر 1 نشوف فيه الرائز والرائز اندكسينج الرائي ايش هو الرائي يقول لك هنا انا كنت في المرة الماضية دائما عندي اللي هو الVariable name يكون فيه عنصر واحد يقول لك هنا مثلا عندي واحد اثنين ثلاثة احيطها في قوس مربع يقول لك اذا كان الVariable اللي هو A مثله يحوي اكثر من عنصر يحوي اكثر من عنصر represent more than one number فصاعتها هذي حنسميها الرائي كل عدد من العدد الموجود فيها نسميه elements نسميه عنصر عناصر هذه الميتريكس مثال عندي هنا اذا كان الرائي هذي اذا كان فيها صف واحد وعمود واحد هذي نسميها نسميها سكالر زي ما كنا نشوف في شابتر 1 كنا نعرف انه الVariable name ليه عنصر واحد بس اذا ضغطنا كده فهذا يعطينا انه S equal 23 طبعا تنحفظ في الwork space انه S قيمةها 23 طبعا ممكن ننشئ رو فكتور كيف ننشئ صف طبعا لازم نفصل لازم اولا نحطهم بقوس مربع وكل العنصر نفصل عنه بالعنصر الثاني ب space أو كما ليه الفاصلة هذي سواء حطيت space أو كما نعطي نفس شيء اذا سيعطينا هذه العناصر ليها كم قيمة مش قيمة واحدة لا ليها ثلاث قيم وهي على شكل صف بنفس الشيء لو ودي اعملها على شكل عمود ما وديها تكون على شكل صف لا وديها تكون على شكل عمود افصل بينها بش اللي هو الموجود عندي هنا وحطيها بقوس مربع طبعا وحطي كل العناصر الموجود عندي انتر يعطيني ثلاث عناصر على شكل عمود تنحفظ في الwork space باسم C طبعا لما يكون عندي اكثر من عنصر لما يكون عندي اكثر من من عدد في الميتركس تبعي لازم لي اعرف كيف ممكن استخدم عنصر معين how to select elements how to access to selected elements كيف ممكن اخذ عنصر من عناصر الميتركس هذه وسوي فيها اي عملي حسابي بديها مثلا عندي هنا z equal هذا row ولا column هذا row هذا صف لانه z equal سيعطيني z equal 6 3 4 هل ممكن ندخل على عنصر من هذا العناصر بحده يعني معين فانا مثلا ودي العنصر رقم واحد او العنصر الاول هذا نسميه العنصر مش رقم واحد first second third والfourth الاول الثاني الثالثة الرابع الخمس العنصر الاول من z اخذ احط z كده لان هي هي الميتركس اسمها z احط قوس احط داخله رقم واحد هيطلع لي كم طلع لي رقم ستة هي ستة الموجودة عندي طب اذا قتل اعطيني العنصر الثالث هل هيعطيني الثلاثة هذه لا لا هيعطيني العنصر رقم الثلاثة العنصر الثالث عندي هنا واحد اثنين ثلاثة اذا هيعطيني اربعة هل ممكن ناخد زد زيرو زي السي لا هل ممكن ناخد زد عدد سالب سالب واحدة و سالب اثنين لا يعطيك هنا لو قلتل زد مينس تو او زد زيرو سيقولك انه هذي ارور خطأ فلازم يكون انتقر ريال بوزيتيف لازم يكون عدد موجب ويكون ما يساوي الصفر انا الميتركس المادر اللي كانت عندي كان فيها كم عنصر كانوا فيها فور المنت صح فور المنت هل ممكن نقولي استخرجلي العنصر الخامس وانا ما عندي اصلا في الميتركس الى اربعة ناصر لا مستحيل اذا هيعطيني من جديد ارر ويقولي ايش اكسيد ميتركس دائمش انت تعديت اللي هو الحد الاقصى للميتركس كان فيها واحد اثنين ثلاثة اربعة وانت قلت لو اعطيني العنصر الرابح هيعطيك هذا لو اعطيته العنصر الخامس ما هو موجود فهو هيقولك انت تجاوز حدود الميتركس الموجود عنده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته